طيب عندنا ملف تاني كان حديث الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة وهو منصب نائب رئيس النادي الأهلي المهندس العمري فاروق واللي حد دلوقتي فيه لغط بشأن اعتماد نتيجة فوزه والنادي الأهلي يا أسامة بياخد كل إجراءاته القانونية وبيحفظ حقوق بالتأكيد يا فارس عندنا طبعا أن خلاص المهندس عمري فاروق يعني بعد عدم اعتماده على منصب نائب الرئيس هياخد الإجراءات القانونية بدعم كامل من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وده اللي حصل في جلسة ما بين الكابتن محمود الخطيب واجتماع أعضاء مجلس الإدارة بحضور المهندس عمري فاروق زي ما حرقكم شايفين على الشاشة ولكن القضية باختصار شديد هو أن النادي الأهلي شايف أن قضيته عادلة بشكل كبير جدا ومن حق النادي الأهلي يدافع عن وجهة نظره ويدافع عن الإجراءات اللي كانت ماشية مع الجهة الإدارية في وزارة الشباب والرياضة خطوة بخطوة من أول حتى فكرة عدم اعتماد أو عدم قبول أوراق دكتور وليد الفيل على منصب نائب الرئيس كان الجهة الإدارية هي اللي رفضت لها تستلم الأوراق لنقص في الأوراق الدكتور وليد الفيل ذهب للمحكمة وده طبعا حقه تماما وقدر يجيب حكم قضائي أنه يعود مرة أخرى للانتخابات هنا الجهة أو وزارة الشباب والرياضة أو الجهة الإدارية المنوط بها ومتابعة انتخابات النادي الأهلي قدمت استشكال فائل استشكال تم رفع اسم الدكتور وليد الفيل فأصبح المهندس عامري فاروق وحيدا في منصب نائب الرئيس وطبعا القانونة فارس أو اللايحة النظام الأساسي في النادي الأهلي بتقول أن بيتم التصويت سواء موافق أو غير موافق بنسبة تتجاوز 25% من الحضور في الجامعة العمية عندنا المادة 43 بتقول إذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابي على وفقا مقاعد مجلس الإدارة أو كان عدد المترشحين أقل من العدد المطلوب انتخابي تعرض اسمهم على الجامعة العمامية لاعتماد فوزهم بالتسكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين طيب قد يبدو للمتلقي أن المادة دي مبهمة طيب هنوضح إحنا شرح إزاي النادي الأهلي أخذ الإجراءات المتبعة بالقياس وده هنروح له ولكن النادي الأهلي طرح تساؤلات هي غاية في الخطورة وغاية في أن احنا محتاجين نشوف المنطق اللي ممكن يقول أن التساؤلات دي مش مشروعة يا أسامي بالتأكيد هو النائدي الأهلي اتكلم في فكرة لو كان هناك مرشح وحيد في كل منصب طبعا إيه اللي كان هيحصل كل منصب الرئيس منصب واحد نائب الرئيس أمين السندوق منصب واحد كمان لو كان عدل أعضاء السبعة هم فقط لغير اللي تم ترشحهم فهنا بالتالي المجلس كله إيه اللي يحصل معه لأن المجلس كله هيكون بالتسكية وبالتالي هتكون قايمة الانتخابات أو زي ما حضراتكم شايفين التساؤل أن أنت هتدخل تعلم أنت موافق أو غير موافق هل هنا هيتم عدم اعتماد مجلس الإدارة بالكامل هنا تساؤل منطقي جدا من النادي الأهلي طبعا لأن أنت أخدت إجراءاتك مع الجهات الإدارية كلها أنت تحط تساؤلات مشروعة طب ماذا لو كان هل النادي الأهلي ممكن يقعد بدون مجلس إدارة لمدة سنة لو كانت كل المناصب بالتسكية طب البعدة هيقول ماشي إحنا فهمنا التساؤلات دي وهي منطقية للغاية أن صعب آه أنت أخدت إجراءاتك عند الجامعية العمومية أخدت إجراءاتك عند الجهة الإدارية وقلت كمان الأسئلة اللي أنت بتترحها للرأي العام طب هل اتبعت في قاعدة كده جماعة قانونية وفكرة القياس هل أنت اتبعت فكرة القياس دي مقارنة على بقى الأندية ولا أنت وضعك مختلف عندنا الإجابة للتساؤلات عندنا الإجابة لو رحنا لنادي الظهور وجه خطاب للسيدة الأستاذ دكتور عدد ردوان رئيس الإدارة المركزية الأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ببساطة عشان ما نطولش عليكم في الخطاب كان بيعرض فكرة شكل استمارة نادي الظهور لأنه هو عنده المرشحين بالتسكية كان حيعرض بعض المرشحين بالتسكية فقال إن فيه شكل الاستمارة هل هي معتمدة بالشكل ده ولا لأ عايزين نعرف بعد كده إيه كان الوقت ببساطة بياخد موافقة الجهة الإدارية على استمارة الانتخاب اللي لو عرضنا صورتها على حضراتكم على الشاشة برضو هنلاقي إن كان فيه تلت مناصب التلت مناصب بالتسكية فبالتالي كان الاستمارة فكرة الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وكان برضو نفس المربعات وافق أو غير موافق وبما إن الخطاب وصل للجهة الإدارية وبما إن نادي الظهور أتم انتخاباته فبالتأكيد عند نادي الظهور موافقة ضمنية من الجهة الإدارية على الاستمارة دي طب لو استعرضنا استمارة النادي الآلي وتحديدا منصب نائب الرئيس هنلاقي تقريبا مش تقريبا هي بالزبط نفس الاستمارة فكرة منصب نائب الرئيس بالتسكية ومحطوط مربع موافق أو غير موافق والنسبة اللي حص عليها المهندس عمري فاروق تجاوزت 94% إذن الموضوع باختصار شديد جدا هي فكرة كان تنصيق مع الجهات الإدارية أو الجهة الإدارية المنوض بها الإشراف على انتخابات النادي الآلي من البداية فالنادي الآلي قياسا بنادي الظهور وقياسا بالليحة 25 في نهاية الحضرين وفكرة التصويت من قبل الجامعة العمية كان أنسب شيء بالنسبة لنادي الآلي هو إنعقاد الجامعة العمية في الانتخابات وبالتالي طرح اسم المهندس عمري فاروق للموافقة عليه أو عدد الموافقة فحصل على أعلى الأصوات وحصل على نسبة تجاوز 94% ولكن النادي الآلي فوجأ أو اتفاجئ أن الجهة الإدارية لم تعتمد نجاح المهندس عمري فاروق على منصب نائب الرئيس ومن هنا كان اتجاه المهندس عمري فاروق للقضاء بحيث أنه يحصل على حقه من وجهة نظره ومن وجهة نظر نادي الآلي والنادي الآلي دعم ليه المواقف صحيح وكمان يمكن في الاستمارة اللي عرضناها مكتوب فوق الأوافقة أو لا أوافقة اسم اللي أنت قلت عليها اعتماد الفوز بالتسكية يعني أنا بقول لعضو الجمعية العمومية أن أنت بتمارس إجراء اعتماد الفوز بالتسكية النادي الآلي حياخد إجراءاته قانونية زي ما قلنا وفي النهاية النادي الآلي مواقفه ولجانه القانونية أكيد على خبرة ودراية أن هي تقدر تتدارك الأمر وتوضح موقف النادي الآلي في أسرع وقت ممكن يا سيد بالتأكيد اشتركوا في القناة